انا برضو المواضيع شغلة بالي ازاي كنت تمضي اصلا مع النوادي دي او مين مين يعني انت صغير انا لسه صغير اه فروحت اختبارات نادي الولمبي في الاول نجحت اه فاشتغلت معا وانا صغير حصل لي حدثة عربية من ينفع تشتغل عادي من غير امضي اه فبعد كده روحت على ما حصل لي الحدثة دي اعدت سنة في الحدثة كانت شديدة شوية اه حدثة عربية اوكي فروحت جاي رايح على مركز شباب اللي هو ايه برجع لعب واحدة واحدة اتعملت معاملة سيئة جدا جدا بس انا قدر اقولك بامانة ازاي تحول تفكير لحد ممكن يبقى قاسي معاك للي انا حنجح اه يعني نقول ان المعاملة الوحشة او القاسوة دي اعملتلك حافز جواك ان انت بالزبط بس اقولك على حاجة انا مش هحكي تفاصيل على قد ما ده كان طريق النجاح بالنسبة لي كان مثلا نيجي نلعب تقسيمة ستة دي ستة يروح مقاعدني نيجي نلعب مطش مش عارف ايه ممكن ما يقوليش خالص اه ده الكابتل اه مش كحد يعني اه طيب اشتغلت اللي هو انا في يوم الايام هخليك تسلم علي وتتصور معايا هشتغل اللي انا في يوم الايام تقعد تقول ده ابني رغم اللي انا مش ابنك لان النجاح بتولد له مليون اب واول ما تفشل انا معرفوش بيعادوا عنك والله العظيم دي الحقيقة دي حقيقة ففي يوم الايام قابلني بالصدفة بعد ان بيت كابتل نادي الاهلي يعني ما شفتوش وقت طويل مركز في شغلي وكنت بزور والدتي في اسكندرية وروحت ازور اصدقائي في محرم بيه في اسكندرية مجمعهم وكده فقابلته وانا مروح ليوم ده نزلت سلمت عليه وقلت له انت كنت سبب ان انا في المكان دي بالظبط قلت له فانا مز علام منك بالعكس انا بشكرك انت ودتني في الحتة دي ودي حقيقة اصوته كبرتك كان سبب ان انت تبقى دالوقتي دائما بيجي لك حاجات ازا تحول ما هي فرق بين طريقة التفكير ازا تبقى بطل وازا تبقى حد عادي البطل ده طريقة تفكيره ازاي تحول السلبات الاجابيات بشكل كبير جدا لنفسك يعني انت عايز تقول دلوقتي وتقول للناس اللي بتشوفنا دلوقتي ان ساعات الاسوأ بتكون دفع للنجاح بالزبط لان انت بتروح مفيش حجة ولسه صغير وشنطتك على كدفك يعني ما فيش حد يقولك انا قابلت ناس وقفت قدامي لا انا قابلت اسوأ وكلام ده مش مزبوط خالص مفيش واسطة خالص اما حد الساعدني انتو الحياتي في حاجة لكن بمجهودي وبدراعي وبرجلي وبعضلاتي وصلت المكان انا محدش فعلا ساعاتي وبالتحدي يا ما اتهجمت وتقال شادي يمشي من نادي الاهلي في الاول واتذكر مش هقول اسمه لان الشخصية دي احد العالمين اللي هم مش موجودين في مصر طلع كان فيه برنامج احداثة 24 ساعة وقال كده بعد سنة ليا من نادي الاهلي وانا والدي دموعه نزلت وتلعف احداثة 24 ساعة رحيل شادي محمد على الاهلي بعد سنة وانا امشي قال الحق تلعب عشان امشي فوالدي كلمني لقيته بدموعه والله يرحمه وقال لي ازاي انا سمعت فلان الفلاني قال وهو الاسف كان مؤسر فقلت له لو انا مشيت الحياة هتستمر بس انا بقولك انا مش همشي والله كنت بنزل اتدرب تدريبة الفرقة كانت الساعة خمسة كنت راح اتمرن الصبح والدور دايما الاسوأ ليك حافظ انا ملاحظة كده في كل استاف وفي كل خطوة وقالت له وقعدت بعدها اتناشر سنة اتناشر سنة فلو انت اتأثرت او انت اخدت موقف بطريقة سلبية استسلمت مش هتقدر تنجح واللي قاعد قدام حضرتك اتشرف اتشرف انا عمري ما اتكلمت عن نفسي خالص ولا عمري قلت انا كذا ولا كذا ولا كذا لان ده واجب وانت في النادي الاهل واجب تجاه جمهورك وواجب تجاه ادارتك بس اقول جملة بس مواني انا ما باخد بطولة افريقيا مع النادي الاهلي بطولة افريقيا 14 ماتش انا كنت بالعب ال 14 من 14 لما كنت باخد دوري عام دوري العام كان 42 ماتش انا كنت بالعب 40 وغيب ماتشين للانذارات كم سنة كل السنين اللي انا فيها مع النادي الاهل فمش باشارك مثلا خمس ماتشات واجي اقول انا اخدت البطولة لا ليه دي طريق التفكير الذات اتمرن باخلاص والذات اتمرن التمرين زي المباراة عشان كده كل مدرب اجنابي جاء النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين كان بيراهن اللي انا بقى موجود في التشكيلة الاساسية وكان بيراهن اللي انا اقدي الاداء اللي مطلوب مني كنت بترد بقى على الناس اللي رهنت على فشلك بالنجاح ده بصي اقولك الحاجة كده كده كاسم النادي الاهلي الناس لازم تتعلم الناس لازم تتعلم كلها طريقة النجاح دي الانتباط الالتزام وبلدنا فيه مؤسسات نحو انت اكيد كنت حاطة النادي الاهلي مثال ليك ليه بقى لاني النادي الاهلي دايما ما بيقبلش مش هولك الخسارة ما بيقبلش التعادل بالزبط فمهما كان فيه ضغط مهما كان فيه ناس بتحاول تهاجب لكن دايما النادي الاهلي شايف نفسه انا هلازم هكسب ومش مكسب عادي بالزبط مكسب غير عادي فانا شايف ان اللي انت بتحكي ده يعني دليل ان انت كنت المسال الاعلى بتاعك كان النادي الاهلي بصي اقول لحضرتك انا اتذكر لما جيت النادي الاهلي بعد سنة اول سنة جيت كان النادي الاهلي ما بشاركش في طولة افريقيا انا جيت 98 قبل الجيل الزهب اللي النادي الاهلي انا موجود قبلها باربع سنين اتذكر كان فيه لعيبة بتعتزل وفيه لعيبة مهمة مشيت فانت جاي صغير ورد الناس تشيلك واللعبة الكبيرة تشيلك فبقيت اتحطيت في مسئولية المسئولية دي كانت صعبة جدا جمهور النادي الاهلي لا يقبل بالتعادل جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا بالمركز الاول دي حيئة ازاي تحول شخصيتك اللي تبقى بطل وتتحمل المسئولية عشان تعد فترات واللي اكد على كلامي فيه نجوم كتيرة دخلت النادي الاهلي سنة سنتين وما بقوش موجودين ليه علشان تشيرت النادي الاهلي وضغط التشيرت والضغط الجماهيري اللعيب اللي بيقدر يتحمل الدغوط داخل النادي الاهلي بيكمل ويروح لطريقة اللعيب اللي ما بيقدرش يتحمل الدغوط ما بيقدرش يكمل لان قريدي بيحصل له هبوط في المستوى وكمان المنشط المهمة ببقاش موجود بتلاقيه فيه تقصير لان لا يتحمل الدغوط